ثانياً بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا عن الواجب بينقسم بعدة اعتبارات نتكلم فيه على عموم ما أخذناه نحاول أن نجمعه ثم بعد ذلك نتكلم على المتواتر والأحد قلنا أن الواجب بينقسم بعدة اعتبارات اعتبار الفعل المأمور به الفعل المأمور به وده نعين معين ومخير معين ومخير قلنا أن له تقسيم آخر باعتبار الوقت اللي هو المطلق والمؤقت وأن المؤقت إما موسع وإما مضيق وذكرنا أيضاً في أن الواجب بينقسم أيضاً باعتبار المكلف وباعتبار الصيغة باعتبار المكلف اللي هو العين فردعين أو فرد كفاية وباعتبار الصيغة إما يكون أصالة أو استلزاماً الاستلزام هو إيه؟ القاعدة التي ذكرناها هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعرفنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وذكرنا ذلك في المحاضرات السابقة انتقلنا بعد ذلك الأدلة الشرعية وعرفنا أن الأدلة الشرعية نعين متفق عليها ومختلف فيها وقلنا المتفق عليها هي القرآن والقرآن المتواتر حجة قطعية أما الشاذة فهي حجة ظنية يعني محل خلاف السنة ثم الإجماع ثم القياس وقلنا المختلف فيها مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وغيرها وقلنا أن السنة النبوية إما أن تكون قول أو فعل أو إقرار وقلنا القول له دلالات وكذلك تكلمنا عن الفعل وقلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بينقسم إلى خمسة أنواع مختص به صلى الله عليه وسلم فلا يشترك معه أحد ولا يستدل به في حق غيره بل يبقى اختصاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجبلي والعادي بيستدل به على الجواز على الجواز البياني حكم حكم المبين يعني إذا جاء النص واجبا فبيان رسول الله واجب وضربنا مثال بأقيم الصلاة وكيف فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما فعله صلى الله عليه وسلم تقربا أو تعبدا قلنا أن هناك خلاف واجب أو مندوب ثم الإقراري وقلنا أن حكمه الجواز حكمه الجواز هذا يعني مجمل ما ذكرناه في الأيام السابقة